التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش مجاز الأخبار من التليفزيون المصرية أهلا بكم قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي إن القوات المسلحة الأوكرانية سترد على القصف الروسي لبلدة مارانيتسا الذي أدى إلى مقتل 13 شخصا وإصابة عشرة آخرين وفي كلمة له أضف زيلنسكي أن على أوكرانيا بحث كيفية إلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالقوات الروسية وبالتالي تقصير أمد الحرب صدق مجلس الشيوخ الشيكي على إرسال 1200 عسكري إلى دول أخرى لتعزيز الجناح الشرقية لحلف النيتو على خلفية استمرار النزاع في أوكرانيا وأفادت الإزاعة الشيكية بأنه سيتم نشر العسكريين الشيك في دول البلطيق والمجر وبولندا وسلوفاكيا فضلا عن إرسال 20 عسكريا إلى أوكرانيا لحماية مباني البعثة الدبلوماسية الشيكية في كييف من جانبه أعرب وزير الخارجية الشيكي يان جيبافسكي عن تأييده لمقترح حضر إصدار تأشيرات تشينجن للمواطنين الروس على خلفية الأزمة الأوكرانية أعلن رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون انتصار بلاده في معركتها مع فيروس كورونا وخلال ترأسه اجتماعا مع العلماء والعاملين في مجال الصحة قال كيم إن الانتصار الذي حققه الشعب هو حدث تاريخي أظهر للعالم مرة أخرى عظمة كوريا الشمالية والإصرار الذي لا يقهر للشعب وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم جونغ أون أصدر أوامره برفع حالة التوارئ القصوى التي فرضتها السلطات لمكافحة الجائحة في مايو الماضي أكد وزير الخارجية الصيني وان جي أن الولايات المتحدة تعمل على تكثيف وجودها العسكري في المنطقة لخلق أزمة جديدة أكبر في منطق تايوان وأشار الوزير الصيني إلى أن القوى التي تؤيد استقلال تايوان قد تستمر في ترتيب الاستفزازات مؤكدا أن بعض السياسيين الأجانب قد يحاولون استغلال الوضع الحالي في تايوان لأغراضهم الخاصة قالت وزارة الخارجية التايوانية أن تاي بي اي ترفض نموذج بلد واحد ونظامان الذي اقترحته الصين في كتاب أبيض نشرته هذا الأسبوع وقالت المتحدثة باسم الوزارة جوان أو أن شعب تايوان عفوا وحده يملك حق تقرير مصيره مشيرة إلى أن الصين تستخدم زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان كذريعة لخلق وضع عادي جديد لترهيب الشعب التايواني وختاما توجد ريال مدريد ببطولة كأس السوبر الأوروبي للمرة الخامسة في تاريخه عقب الفوز على فريق انترخت فرانكفورت بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب هيلسن كيب بفنلندا سجل هدفين ريال مدريد كلا من ديفيد ألبا وكريم بنزيمة في الدقيقتين السبعة والثلاثين والخامسة والستين من عمر اللقاء بهذه البطولة رفع الفريق الإسباني رصيده إلى ثمانين وعشرين بطولة قرية ليعزز صدارته لترتيب الأندية الأكثر تتويجا بالبطولات القرية ويوسع الفريق إلى أربعة ألقاب مع النادي الأهلي صاحب الوصافة برصيد أربع وعشرين بطولة نهاية مجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ببعض الفاصل